موسيقى أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج المشهد اليمني موسيقى أيها الأخوة سيكتب التاريخ في اليمن أن مليشيا الفوثي والمخنوع صالة عمدت إلى تدمير اليمن كله بما في ذلك قطاعه الصحي وتحويل هذا القطاع بمستشفياته إلى تكنات عسكرية في هذا السياق أيها الأخوة يسعى مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية إلى إنقاذ الوضع الصحي وإنقاذ ملايين المرضى والجرحة ودعم مستشفيات اليمن بمختلف أنواع الأدوية والمستلزمات الطبية والتي كان لتعز النصيب الأوفر منها والتي يتم مع هذه الجهد تواجه بمصادراتها بل وتعطيل وصولها للمحافظات اليمنية من قبل مليشيا الحوثي نتابع هذا التقرير جهود كبيرة يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإنعاش وتحسين القطاع الصحي في اليمن بشكل عام وفي تعز بشكل خاص بعد أن عملت المليشيات الإنقلابية على تدميره بشكل كلي ونهب ومصادرة أطنان من الأدوية وبيعها في السوق السوداء الدعم الصحي لم يتوقف للقطاع الصحي في تعز منذ بدأت المليشيات حربها على المدينة فقد عمل المركز على إرسال الأدوية والمحاليل الطبية بمختلف أنواعها والتي وصلت إلى عشرات الأطنان أهمها الإنزال الجوي الذي لن ينساه أبناء تعز اليوم نحن نستقبل أكثر من نصف طن من المواد الطبية الهامة التي تفتقر إليها مستشفيات مدينة تعز ومحافظة تعز هذه المواد الهدية القيمة التي لا زال مركز الملك سلمان للغاثة والأعمال الإنسانية يمدنا بها منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام مدة حصار هذه المحافظة تأتي هذه المواد بعد أن استقبلنا قبل ما يقرب من أسبوعين أو ثلاثة أكثر من ثلاثين طن من المواد الطبية والمستلزمات تخص مراكز غسيل الكلا في كل من الجمهور والثورة التعاقد مع المستشفيات أحد أهم أوجه الدعم القطاع الصحي فقد وقع مركز الملك سلمان للغاثة والأعمال الإنسانية مؤخرا عقودا لعلاج 650 مصابا يمنيا في عدد من المشافي في المحافظات اليمنية ليس بغريب على هذا المركز الذي نفذ أعمال إنسانية لا يمكن للشعب اليمني ولا يمكن لأبناء تعز أن ينسوها ونحن على ثقة بأن الأيام القادمة ستحمل الكثير من العطاء والآياد البيضة التي تمتد من هذا المركز لهذه المحافظة فشكرا لهم جزيلا أولا وأخيرا جهود كبيرة ودعم سخي قدمه المركز يوثمر بتحسين كبير في القطاع الصحي وتراجع كبير لوباء الكوليرا ليس في تعز فحسب بل في عموم الجمهورية ما كان للوضع الصحي أن يستمر وما كان لهذه المستشفيات أن تفتح أبوابها أمام استقبال الجرح والمرضى لو لا تدخل مركز الملك سلمان وإنقاذه الوضع الصحي بتعز من خلال الدعم المتواصل محمد الحذيفي لبرنامج المشهد اليمني من مدينة تعز يوالإخوة الحديث عن هذا الموضوع معنا في سوديو البرنامج الناشطة السياسية الأستاذ عبدالغاني الحم يري ومعنا من تعز الدكتورة إيلان عبدالحق وكيل محافظ تعز لقطاع الصحة والشؤون الجرحة ورحب بكم أعضيفي الكريمين في هذه الحلقة وأبدأ معك الساد عبدالغاني طبعا ما يتعلق بالجانب الصحي نحن معنا وكيل محافظ تعز لقطاع الصحة الدكتورة إيلان هذا سأوجدها السؤال الحقيقة وتعز هي النموذج حقيقة المأسوي لوضع حقيقة الحصار الصحي عليها من قبل الميليشيات واستهدافها حقيقة لكن دعني المشهد اليمني اليوم في مكتسبات أخرى سياسية كبيرة اليوم في منجز في منجز سياسي حقا وفي حرقة سياسية من يعني إيجابية من الجهة الحكومة الشرعية دعينا نأخذ الصورة الآن المضيئة ثم سنتحول أيضا إلى الجانب الآخر الذي يمثله الإنقلابيون والمخلوع بسم الله الرحمن الرحيم أولا مرحبا بك وبالمشاهدين الكرام وشكرا لقناة الإخبارية لتحت هذه الفرصة وأهني الشعب السعودي بيوم الوطني السابع والثمانين للمملكة العربية السعودية والذي يصادف يوم السبت القادم سبع وثمانين عاما من العطاء والاستقرار والتنمية واللحمة بين القيادة وبين الشعب لم تمكن أي عدو من الأعداء أن يخترق هذه اللحمة كما أهني شعبنا اليمنى العظيم بالعيد الخامس والخمسين لثورة السادس والعشرين من السبتمبر العظيمة التي ثارت على السلالة وعلى الكهنوت وعلى الضيم والذي يصادف أيضا يوم الثلاثاء القادم السادس والعشرين من سبتمبر الشعب السعودي والقيادة السعودية استطعت أن تحافظ على لحمتها ووحدتها ولذلك استطعت أن تصد الأعداء لكن للأسف الشديد نحن كشعب يمني استطاع الأعداء أن يخترقونا بواسطة عملاء إيران الحوثيين وحليفهم البغيض الحاقد علي عبدالله صالح الذي تسبب كلاهما الحليفين الحاقدين البغيضين بهذه الكوارث التي نحن اليوم نتحدث عنها سواء كانت في تعز سواء كانت في مناطق أخرى في الحديدة في مناطق أخرى ما زالت تحت كهنوت السلالة وحكمهم والسبدادهم وتسلطهم نعم أرجع إلى سؤالك أخي الكريم وهو نحن الآن في مشهد عظيم في المشهد اليمني بفضل من الله ثم قيادة الشرعية والمقاومة الشعبية ودعم أشقاءها في التحالف العربي على رأسها المملكة العربية السعودية بفضل من الله عز وجل اليوم نرى تحرك رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر في المناطق المحررة سواء في المكلة سواء في سيئون سواء في المهرة وهو يزاول أعماله ويفتتح المشاريع وتعود وتطبيع الحياة العادية في هذه المناطق إضافة إلى تحسن كبير وملحوظ في عدن وفي أبيان وفي لحج في هذه المناطق أيضا في قضية استقرار الأمن وتثبيته بالمقابل نرى أيضا نائب رئيس الجمهورية وهو يزور جبهات الشرف والبطولة في النهم وفي صرواح ويقود ويلتقي بالقيادات ويباشر أعماله من مأرب في تواجد كبير وملحوظ للقيادة الشرعية وتثبيت لأركان العودة للشرعية رويدا رويدا في المناطق المحررة استكمالا إلى بسط النفوذ والسيطرة بإذن الله تعالى على كافة التراب اليمن الطاهر نهاية المطاف في المشهد نرى ممثل الشرعية وقائدها فخامة المشير الرئيس عبد الرب منصور هادي وهو يحضر اللقاء التشاوري لجمعية الأمم المتحدة للدورة الثانية والسبعين ويمثل اليمن فيها ويلتقي بالقيادات هناك ويلتقي بممثلة الولايات المتحدة الأمريكية ويلتقي بممثل الأمين العام للأمم المتحدة ويلتقي أيضا بخالد بن سلمان سفير المملكة العربية السعودية هناك أيضا على هامش القمة في دلالة واضحة على دعم المجتمع الدولي لهذه القيادة الشرعية بينما ينزوي قادة الإنقلاب في جحورهم في الكهوف وفي البدرومات ويزجوا باليمنيين إلى آتون المحارق والقتل لتحقيق أهدافهم نعم شبيل سأعود لك هنا لنتحدث عن الصورة الأخرى التي تعنيهم لكننا تحولنا إلى دكتورة إيلان أهلا بك يا دكتورة معنا وأريد حقيقة يعني تعز هي تمثل نموذجا حقيقة مأسويا وقد استهدفت في هذه الأيام فالأيام الأخيرة بعدة حقيقة عمليات عسكرية ومجازر مؤلمة جدا كيف هو الوضع الصحي كيف تتعاملون مع المرحلة الآن بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لقناة الأخبارية وشكرا للمشاهدين الكرام وشكرا على هذه الاستضافة نحن هنا في تعز بشكل عام كمؤسسة حكومية وكمواطنين تعاني هذه المدينة كما يعرف الجميع وكما يسلط الإعلام تعاني الكثير من القسوة ومن الألم لما يحدث في هذه المدينة من وضع إنساني مؤلم بسبب الحصار وبسبب انهيار البناء التحتية الصحية وبسبب الاستهداف المباشر للمواطنين وخاصة تجمع الأطفال من قبل ميليشيا الانقلاب استهداف لهذه التجمعات في الجمعة السابقة استشهد ثلاثة من الأطفال وقرح 11 طفلان وبقذيفة مباشرة عشوائية سقطت على تجمع الأطفال في حي الدبا وأيضا قذيفة أخرى سقطت أمس على حي القحملية وصار نتيجتها أربع شهداء أغلبهم من الأطفال في هذا الوضع المأساوي الإنساني الاستهداف المباشر للقذائف الحصار المطبق على المدينة ومنع عصول المساعدات الإنسانية والأدوية والأغذية إلى المدينة أيضا تفشي الأوبية كما شاهد العالم وكما حصرت المنظمات الدولية الأرقام من ميادين ومراكز المعالقات لتفشي وباء الكوليرا في أكبر قائحة على مستوى التاريخ في خلال عام واحد اكتاحت هذا الوباء جميع أنحاء الجمهورية اليمنية وكان نصيب تعز وصلت الوفيات إلى تعز إلى أكثر من 190 حالة وفاة وأكثر من 40 ألف حالة اجتباه للكوليرا أيضا نتشار حماء الظنات كثير من الأمور المأساوية نحن هنا المأساة الإنسانية في اليمن أخذت ذات ثلاثة أبعاد شبح القوع والمقاعة وهناك تقارير أممية تصرح أنه سيصل 7 مليون يمني إلى خط المقاعة وأيضا شبح الأوبئة أكثر من 600 ألف يمني مرشح يصابون بوباء الكوليرا أيضا الاستهداف اليومي والألم اليومي الذي يتحمله المواطن من الاستهداف المباشر للقذائف والراجع والاشتباكات وكل هذا يزيد من معاناة المواطن اليمني بشكل عام وتأتي تعز في أكثر تعرض وأكثر معاناة بسبب الحصار المطبق على المدينة وإغلاق جميع معابر المدينة عدى المنافذ التي تأتي تصلنا بمدينة عدن سيد عبدالغاني حقيقة وضع الإنسان ما زال حقيقة مزعجة خاصة في جانب الصحي لكن داني أنتقل إلى المقابل الذي يتحدث عنه قبل قليلا تحدث عن المشهد السياسي ورأيته بصورة رأي جيدة حقيقه فيه منجزلان وفيه تحرك دمناسي لكن على الجانب الآخر الإنقلابيون والعثيون سيحتفلوا أيضا الأسبوع القادم أعتقد هو الخميس القادم يوم الخميس القادم يوم الخميس القادم عندهم احتفال بذكرى نكبة الواحد والعشرين من سبتمبر سيحتفلوا بهذه المناسبة؟ نعم كيف يمكن أن يكون المجرم في مشهد بحي واحتفاليا؟ مثل ما قالت الدكتورة إيلان الفقر والجوع والمرض هو الذي يعانيها الشعب اليمن اليوم المعاناة تمتد بالفقر والجوع والمرض بما سيحتفل لدى المولاي؟ ما ظهرت السلالة الكهنوتية والإمامة في اليمن إلا وظهر معها الفقر والجوع والمرض في عهد الإمام يحيى حميد الدين مات مليوني يمني اثنين مليون يمني ماتوا من الجوع وكانت مدافنه ملأة بالطعام وبالحبوب ومع ذلك كان يمنعها عن الناس وكان يرسل عماله وجنوده لكي يأخذوه ما يسمى بالواجبات وما يسمى بالغلات الزراعية أيها دفع الزكاة والداخل ودفع الواجبات له رغم أنهم يموتون ويتضورون جوعا وكانوا العقلاء يذهبون إليه ويقولون له اعطي قليلا من الشعب قليل من الطعام سيموتوا كان يقول من مات منهم فهو شهيد هم اليوم يحتفلوا وسيحتفلوا هؤلاء الجماعة الكهنوتية بقتلهم لعشرات الآلاف من اليمنيين باختطافهم لآلاف من اليمنيين لإلغائهم للعملية السياسية في اليمن وتكميمهم للأفواه وإغلاقهم لعشرات من القنوات الإعلامية والصحف والمواقع الإعلامية سيحتفلون بنهبهم لأربعة مليار ومائتين مليون دولار بظهور المجاعة داخل الحديدة بينما هم يسرقون أكثر من تسعة مليار ريال شهريا من عائدات ميناء الحديدة سيحتفلون بظهور الجوع والفقر وسرقاتهم لأكثر من ثمنتعشر مليار ريال عائدات فقط مبيعات الصوانات الغاز شهريا الفرق والجرع التي ضاعفوها بينما كان ما يدعون أنهم يحتفلون الآن بها وهي ذكرى النكبة في 21 سبتمبر على أنهم ثاروا على ألف ريال زيادة في المشتقات النفطية أو في الغاز اليوم الصوانة الغاز ارتفعت من ألف وخمسمائة إلى خمسة ألف وخمسمائة ريال سيحتفلون بنكبة اليمنية الأدوية وحصاء يعني مثل ما تفضل الإخوة وما قدمه مركز الملك سلمان للإغاثة وهنا أشكر المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا على ما يقدموه ويسهمون به لإخوانهم لكن بمقابل هذا الدعم انظر ماذا يعمل الإنقلابيين يأخذون ويصطون على خمسة وستين سفينة إغاثة يسيطرون ويأخذون ويصادرون 124 قافلة إغاثية إنسانية وطبية يصادرون ما يزيد على 628 قاطرة محملة بالمعونات الإنسانية للشعب اليمني بينما هم يذهبون بها إلى أنصارهم أو يبيعونها في السوق السوداء بأسعار باهظة الثمن لا يستطيع المواطن اليمني بعد أن حرموه حتى من مرتباته المرتبات ممنوع منها هذا الشعب وفي الأماكن الواقعة تحت سيطرتهم لأكثر من سنة كاملة من عشر إلى أحد عشر شهرا والناس محرومون من أبسط حقوقهم التي هي المرتبات ينهبون عشرات المليارات بل مئات المليارات يبنون بها عماراتهم القرآنية وفللهم ثم يضحكون على هذا الشعب سنرى خروج الناس يوم 21 سبتمبر وسيخرجون بعشرات الآلاف بل مئات الآلاف أتدري لماذا؟ لأنه لم يعد يجرأ أحد أن يقول للحوثيين لا الذي لن يخرج ستفجر بيته سيقتل سيخطط سينكل به ولذلك الخروج تعبير فقط إلى أي مدى وصلت المواطن اليمني من القهر ومن الغبن تحت هذه الميليشيا الإجرامية التي تستكثر عنه كل شيء حتى يتاجرون بالكلرة يا أستاذ مبارك أنت تعلم أنهم يصادرون المساعدات الطبية لحصار هذا المرض يريدون هذا المرض أن يفتح بأكبر قدر من اليمنيين لأنهم يراهنون على أن الوضع الإنساني في اليمن هو الذي ربما يؤلب المنظمات الدولية كي توقف خطوات عجلة تحرير بقية المناطق وعلهم يحتفظوا ببقية المناطق التي ما زالت تحت سيطرتهم لكي يجب المواطنين أكثر وينهبوهم أكثر اسمح لسألة دكتورة عن هذه النقطة دكتورة إيلاني نقطة التي أثارة للسادة عبدالغني يعني موضوع أن حصار خاصة المواد العلاجية والإنسانية وخاصة فيما يتعلق بالأوبئة الآن ومحاولة مصادرتها هو طبعا متعمد لهدف معين هو أن يفتك فعلا هذا المرض بهذا المجتمع يعني المجتمع مقتولي إذا لم يقتل برصاصة فسيقتل بهذا المرض فالتصفية حقيقة هو تفريغ الأرض من هذا الجيل القادم في اليمن هذا الجيل الذي يختلف عنهم في عقيدته في ثقافته في أهدافه يعني يسرهم فعلا أن تخلوا الأرض منهم بأي سبب كان يعني هذا ملحوظ في المشهد اليمني لديك نعم مداخلة مع حديث الضيب أنا أقول أن ما يجهد إليه الإنقلابيون في آلتهم الإعلامية ووسائل إعلامهم وما يحشدون إليه من احتفالات وتقمعات وعشعة الشمس لا تغطى بغربال الوضع اليمني المأساوي الفضيع لا يمكن أن يتقاهله أحد العالم يراقب هذا البلد يموت ببطء ويموت بسبب تصرفات مدموعة من الطائشين الإنقلابيين الذين انقلبوا على مؤسسات دولة وانقلبوا على نظام نظام مؤسسي وأبدلوه بنظام ميليشياوي يتصرفون بالبلد كما يشاءون بمعنى أن كل هذه الاحتفالات وكل هذه الأرقاب وكل هذه ما يجهدون إلى إيصاله إلى العالم العالم يراقب عن كثب ويفهم الحقائق ويفهم الأرقام نحن وصلنا إلى سبعة مليون مواطن يمني في خط المقاعة لدينا أربعة عشر وخمسمائة ألف مليون يمني لا يجدون المياه الصالحة للشرب لدينا تسعة عشر مليون يمني لا يجدون التأمين الغذائي انتشار لوباء الكوليرا في سابقة في التاريخ في خلال عام واحد وصلت عدد حالات الاشتباه بالكوليرا إلى أكثر من ستمائة ألف يمني في عموم الوطن ما يمارس في حقيقة داخل البلد من حصار من استهداف للمواطنين من استهداف للإغاثات حتى استهدفت بالبداية مبدئيا ممتلكات الشعب ومؤسسات الشعب وما يرجع عليه الشعب من الرواتب ومن المؤسسات الوطنية والحكومية وبعد ذلك أتوا إلى استهداف الإغاثات بتصريح مباشر من منسق الشؤون الإنسانية منسق الشؤون الإنسانية والممتحدة أن القوافل الإغاثية تستهدف في اليمن الفرق الطبية تستهدف في اليمن يتم تدخلهم في جميع الفرق العاملة في الميادين في المجال الصحي أو في المجال الإغاثي يتم فرض إتاوات يتم فرض رسوم يتم تدخل في كل صغيرة وكبيرة يتم محاصرة الأدوية منع وصول الأدوية إلى المناطق ليست فقط تعز في مناطق الشرعية المناطق التي تخضع لسلطات الإنقلابيين تعاني أيضا ونسبة الكوليرا فيها مرتفعة ونسبة المعاناة فيها مرتفعة الوطن يأن بشكل عام والعالم يراقب والأرقام والإحصائيات التي تأتي من وسط البلد بشكل عام منظمات دولية محايدة الأول المتحدة ترفع الإحصائيات والأرقام هذا لا يمكن أن نأتي بعده ونقول نحتفل على ماذا يحتفلون ومهما تحدثوا مثلما قلت أن أشعة الشمس لا تغطى بغربان ولا يمكن أن نقيد الآن إنسان عاقل أو لديه قليل من العقل أنه يتماهى مع هذه الاحتفالات أو مع هذه الميليشيات في رسالتها التي تروجها إلى الوطن لداخل الوطن أو الرسالة التي تريد أن تصدرها إلى خارج الوطن قد تكون هناك قضايا وطنية أو قضايا محلية يجب على اليمنين تدارسها وحلولها ولكن ما لا شك فيه أن البلد ينهار وأن الوضع الإنساني للمواطن اليوني وضع لا يطاق وضع مؤلم ومبكي وضع يجب عمل له حلول من المجتمع الدولي وضع يجب أيضا هذا الوضع بشكل عام لا يمكن تصدروا بالاحتفالات والانتصارات الوهمية على ماذا ينتصرون؟ ينتصرون على قوت المواطن على دواء المواطن؟ نعم دكتورة أنا أعتذر منك لأنه انتهى الحجز بيننا وبينك أشكرك جزيلا شكرا أن كنتم معنا في هذه الحلقة وأعودكم الحلقة حقيقة مع ضيفي هنا بقي معنا في حدث ثلاث دقائق أو ثلاث دقائق ما أشرتم له الآن في حديثك وأيضا حتى الدكتورة إيمان وإذا ما قسناه على واقع الحال على مقتضى الأمر الجاري إذا كان الإنسان مستهدف فعلا بالقتل إذن هذا يطرح سؤال آخر يعني هل منع الأدوية عن المصابين خاصة بالأمراض والأوبئة؟ هذا متعمد إذن هنا أيضا احتمال آخر أنه قد يسهم حتى في نشر هذا الوباء أنه ممكن يسهم في أن ينشر هذا الوباء ليفرغ الأرض من البشر يعني هل الأمر يمكن يصل إلى هذا التصور المرعب؟ نعم قد يكون بهذا أنا لا أستبعد مطلقا أن تكون وراءه صحيح أن الوضع كارثي في اليمن سواء انعدام المياه النظيفة انعدام التبنيئ مسببات هذا المرض متاحة مسببات هذا المرض متاحة لكن إذا قلت هل يتصور عقلي أن تقف هذه الميليشيا قياسا على أخلاقياتهم قياسا على أخلاقياتهم أقول لك ربما لكن واقع الحال فعلا واقع مدمي في اليمن لكن كيف نضع حدا لهذه المعاناة أنا أقول لك ولي المشاهد الكريم ستستمر معاناة اليمنين ما استمر وجود هذه العصابة الميليشاوية الإجرامية الإيرانية في اليمن لأنها لا تقيم وزنا للإنسان يعني سأعطيك مثلا بسيطا في أيام حكم علي عبدالله صالح قتل أحد أفراد هذه السلالة مواطنا عاديا فأتى أهله ليطالبوا بالقصاص كان القاضي من هذه السلالة رغم أنهم ما كانوا يومها يجرؤوا أن يجابهوا بسلاليتهم وألوهيتهم على الناس يعني ومع ذلك بذل أهله أربعين مليون كي لا يقدم للقتل للقتل والقصاص القاضي يقول أنت مجنون كيف نقدم كيف يبتل سيد قنديل في زنبيل لا لا سيد هذا سيد كيف يبتل سيد بقبيلي هذا قبيلي عادي هكذا ينظرون للناس إن مات الآلاف بل عشرات الآلاف هم شوية زنابيل راحوا أبتهم الله لا ردهم مثل ما يقولوا ستستمر معاناة اليمنين ما بقت هذه السلالة الخبيثة تتحكم في رقاب الناس وفي أقواتهم وتقيش الأطفال وتخرجهم من المدارس ليذهبوا إلى محارق القتل ثم يعودوا بتوابيت إلى أسرهم وأهليهم الوضع أخي مبارك مهيئ تماما وأنا هنا أقول ليت المملكة العربية السعودية وأشقانا أيضا وقيادتنا الشرعية يدركون تماما أن نصف عاصفة لا تكفي مع أمثال هؤلاء القتلة يجب أن تكون عاصفة كاملة وإلا سندفع الثمن نحن مضاعفا في اليمن الوضع مهيئ لأنه الكثير من الذين تحت حكم هؤلاء القتلة والمجرمين بدأوا يفيقوا حتى من أنصار المخلوع علي عبدالله صالح بدأوا يتبرموا بدأوا يضيقوا ذرعا بدأوا يظهروا حتى في وسائل التواصل الاجتماعي تضجرهم وسخطهم من الممارسات الإجرامية والكهنوتية والسحل والإخفاء القصري وآخر واحد اعتقلوا كان عابد المهذري وكان من المطبلين لهم والراقصين يوم أن سقطت صنعاء في أيديهم ومع ذلك يضيقوا ذرعا حتى بالرأي لذلك الوضع مهيئ تماما لحسم أتمنى من الله عز وجل أن يوفق التحالف العربي ويدعم الشرعية نحن جنودنا وقياداتنا في المقاومة الشرعية والميدان جاهزون للحسم إنما إن شاء الله هي مسألة إن شاء الله شكرا جزيلا لك أستاذ الله شكرا لك إذن شكرا يا أخوة ولي ضيفي في حلقة ليلة من المشهد اليمني كان معي في سيد البرنامج الأستاذ عبدالغني الحميري وناشط سياسي وكانت معنا أيضا الدكتورة إيلان عبدالحق وكيل محافظ تعز لقطاع الصحة وشؤون الجرحة من تعز شكرا لها وشكرا لكم أن كنتم معنا في هذه المتابعة تحية لكم من فريق البرنامج في أمان الله شكرا لكم اشتركوا في القناة